ولو رجعنا بلغة الأرقام شوية وقارننا خليه يقول لحضراتكم تاريخ كمال موجهات الأهلي والسيمبا التنزاني انت بتتكلم انهما تقابلوا في أربع مباريات في دوري أبطال إفريقيا تحديدا نجح كل فريق منهم في الفوز مباراتين وتفوق الأهلي في فارق الأهداف بتسجيل ست أهداف واستقبال هدفين يعني زي ما ممكن نقول كده دايما ما فيش مباراة سهلة ولازم يكون في تركيز ولازم يكون في احترام المنافس وده موجود أكيد لشين تحقق الهدف في النهاية وهو الفوز أكيد تاني بجميع المباريات حتى حصد اللقب احنا ما بنهداش لغاية لما بنوصل لحصد اللقب ما فيش حاجة اسمها سلمباراة دي حلوة حققلنا فيها أداء رائع جدا حققلنا فيها النتيجة المرجوة نريح بقى المباراة اللي بعدها الكلام ده وإن كان بيحدث في بعض المباريات زمان أعتقد ده غير مقبول تماما دلوقتي يعني فيش حاجة اسمها أصلا لعبت المباراة قوية فأنا اللي جاي حريح كنا بنشوفها بصراحة لكن ما فيش حاجة اسمها كده أبدا دلوقتي كل مباراة لازم تقودها على محمل الجد كل مباراة احنا منتظرين منك الأفضل فنيا وكمان على مستوى النتيجة في الأرض فأتملنا إن شاء الله اللي جاي بس أنا كمان يعني فيه ناس يقول لك يا فاروق المباراة دي لو كانت سفر سفر كويس أنا من الناس اللي شايفها لا بعكس أنا منتظرة على الأقل واحد سفر من النادي الأهلي بإذن الله على الشرح نيجي هنا برضو ونحقق نتيجة أفضل فبإذن ده يحقق يعني يعني يا نهوان تأكيدا على كلامك يعني إحنا دايما خلال الفترات الماضية كنا دايما نقول إيه نحقق نتيجة إيجابية بره إن إحنا نتعادل سفر سفر تتعادل واحد واحد بالنسبة لك كان بتبقى نتيجة مرضية الفكر ده تغير خاصة مع الجيل الحالي يعني الجيل الحالي جيل من الأجال التاريخية في تاريخ النادي الأهلي ولازم الجيل ده أكيد حقه فعلا يعني أنا هوندو إحنا موجودين في معسكر النمسا لاستعداد الأهلي للموسم الجديد طالع معسكر استعداد محظوظ إنت في المعسكرات في التواجد مشي في الكواليس أو يعني بتبقى حظرة كويس ففي معسكر النمسا إنت طالع معسكر استعداد للموسم الجديد وتكلم خلاص إنت بتفكر في الموسم الجديد يعني لقيت بعض اللعيبة قاعدين بيتكلموا إحنا الموسم اللي فات واخدين خمس بطولات السنة اللي جاية إحنا عندنا تماما على تمام بطولات أو تسع بطولات الجمهور مش هيقبل غير عشر بطولات يعني ما عنديش أبشان إن أنا أخد خمسة أو أقول لا جماعة إحنا خدنا خمس بطولات فبالتالي الفكرة اللي بقت عند لعبة النادي الأهلي أو اللي موجودة طبعا ونأكدها عند لعبة النادي الأهلي أنا هدفي إن أنا هلعب لآخر دي هلعب إن أنا حقق الفوز بره ملعبي جوه ملعبي ودي العقلية اللي مستر كولر توافقت وليت مدرب على قدر طموحات الجماهير للنادي الأهلي أنا من النقاط المهمة برضو يا نهواند الصور دي لإني دي إحنا كنا بنجي في أول الموسم دايما بنعمل عقود الرعاية بتاعت النادي الأهلي وبنقول لي الرعاة دول اختاروا النادي الأهلي ما هو عشان الصور دي عشان قيمة النادي الأهلي دي شايفين أدي الصور يا نهواند بالاستجر الخاص بمباراة الأهلي وسينبا التنزاني بيتعلق في كل مكان إن هي احتفالية يعني عالمية يعني تحس إن ده حدث كبير عندهم بيحتفلوا بيه كل الناس يعني أنت ببتشوفش المشاهد دي في كل حتة على فكرة لكن قصة إن هم بيواجهوا الأهلي لا دي مباراة وحدث عالمي وبالمناسبة لو حضراتكو أنت كمان يا فاروق لو دخلت هتلاقي الصحف بتكتب من قبل المباراة بأزهوع عن المواجهة المكان بحضراتكو بجد خشوا وشوفوا على تويتر يعني أنا مش بقول كلامه خلاص أنا متابع الموضوع متابع الملف وبعمل كده في كل مباراة يعني فلا فيه احتفاء كبير جدا فيه انتظار فيه تشويق فبإذن الله إحنا بقى نفاجئهم بالفوز مش بالتعادل السلبي أتمنى ذلك يعني أنا هواندل إحنا روحنا مع النادي الأهلي ببلاد أفريقيا كتير ما فيش نادي في أفريقيا بيحصل معاه اللي بيحصل في أفريقيا غير النادي الأهلي ودي قيمة ومكانة للنادي الأهلي أنا بتفاجئ بالجماهير ماميلي دي سانداونز إحنا دايما بنقول أن بريتوريا هي معقل فريق ماميلي دي سانداونز لكن لما المباراة بتروح تلعب في جوانس بيرج أو بتتنقل لملعب آخر من ملاعب جنوب أفريقيا نفس الجماهير نفس العدد عدد كبيرة جدا راحين يحتفلوا بوجود النادي الأهلي بيبقى حلمه أنه هو يفوز على النادي الأهلي وهي دي من النقاط المهمة جدا وده اللي بيخلينا دايما نقول قيمة النادي الأهلي النادي الأهلي براند والنادي الأهلي لما بنيجي في بداية الموسم وبنقول عقود الرعاية وليه الأهلي بياخد مثلا عشر أو غيره بياخد اتنين أو تلاتة هي دي قيمة النادي الأهلي قيمة تسوقية للنادي الأهلي غالية أولا بس يا فاروق يمكن في بداية الموسم أول ما كنا بنتكلم عن عقود اللي هي السبانسرز والسبانسرشيب والكلام ده كله عقود الرعاية يعني اتكلمنا بده باستفادة هي قصة كلها في ايه الموضوع بسيط جدا انا دلوقتي كشركة عالمية انا شركة عالمية وليا اسمي وانا براند برضو لما اجي احط اللوجو بتاعي على حاجة اللوجو بتاعي ده مش لازم احطه على حاجة طليق بيا تبقى في نفس المستوى فهي قصة كده انا دلوقتي لو شخص او كيان عالمي لازم اشوف اللي يليق بيا وكم حضراتكم خليني يقولكم مش النادي الاهلي هو اللي بيسعى لعقود الرعاية انا بقول لحضراتكم وانا مسؤول عن الكلام ده ناس كتيرة جدا وكيانات عالمية هي اللي بتسعى لرعاية النادي الاهلي في فارق كبير لان انت كبير فلما تبقى انت كبير الناس تتمنى ان اسمه يبقى جنبك win win situation هنا ناجح وهنا ناجح واكيد النادي الاهلي كمان على الصعيد التاني بيفتخر ان يبقى على التيشرت بتاعته لوجوز شركات كبيرة فهنا مكسب وهنا مكسب فالموضوع بسيط بفيهوش اي حاجة لكن ده بيؤكد تاني النقطة اللي كنا منتكلم فيها واحنا مش طالعين على الفكرة انأكد حاجة بس هو واقع تاني احنا مجرد بس بندردش فيه فانت حاجة كبيرة انت براند كبير فعلا زي ما انت قلت فدي حاجة بتشرفنا حاجة بتسعيد